اخر حاجة عايز اقولها انه مستشار مرتضى منصور تلع النهاردة تحدث عن حكم اللقاء وهو غير راضي عن اداؤه هذا امر الامر الاخر وهو الاخطر في الحوار قال وعشان نقرأ كده اللي قاله بالحرف الواحد يرى رئيس الزمالك اه انبي كذا كذا وهاجم رئيس الزمالك طارق حامد وعبدالله جمعة متهما اياهما بالتمرد طارق حامد وعبدالله جمعة كلام انه طارق حامد كان في وعد ان هو يقبط مستحقاته ونفس الوضع بالنسبة لعبدالله جمعة لما ما قبضوش مستحقاتهم وفقا لكلام رئيس النادي هو ما قالش مستحقات بس قال تمرد التمرد يأتي من عدم الحصول على مستحقاته وفقا للي احنا علمناه بعد كده من الكواليس امر خطير اذا كان بالفعل طارق حامد لانه طارق حامد مهم جدا فرجاني الساسي موقوف خلاص طارق حامد كمان غياب فرجاني عدم وجود طارق حامد يؤثر تأثير كبير جدا على قدرة نادي الزمالك في وسط الملعب الحقيقة يعني فالنهارده الزمالك اتظلم كفريق كورة في عدم وجود فرجاني وطارق حامد فرجاني بالامر لانه موقوف حصول على الانذارات يبقى طارق حامد كان هيصله بعود نادي الزمالك وعبدالله جمعة يبقى لعب مؤثر جدا في حالة عبدالشافي قد ترخيره حامد عبدالشافي ادى قدر ما يستطيع ولكن كانت جمهات مفتوحة تماما جبهة عبدالشافي هجوم ضاري ضاري من ناحية الحقيقة يعني ونفس الوضع الحقيقة ناحية حامد النقاص كل ده كان بيشتغل فيه عبدالله جمعة بشكل جيد جدا وبيساند في الهجوم وايضا طارق حامد كان بيغطي في المناطق دي لما كان عبدالله بيتقدم من هذا المنطلق ارى انه لو فعلا طارق حامد زي ما قال المستشار مرتضى تمرد فهو امر لا يجوز على الاطلاق طارق لانه انت لعيب دولي ولعيب كبير ولعيب مهم واذا كانت زمالك لديه ظروف مالية حاليا هتفرج ده اكيد يعني ما ينفعش اطلاق للفلوس حتيجي لكن النقاط لا تعود اللي بتفقده من النقاط لن يعود اليك مرة تانية هذه وجد نظري في هذا الامر